قال محافظة الغربية طارق رحمي إن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة تستهدف مركز زفتة بإجمالي 651 مشروعا وبلغت نسبة التنفيذ في المشروعات المستهدفة حوالي 76 وتتضمن تلك المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والطرق والكباري وغيرها من القطاعات الخدمية وأكد المحافظة أنه يتم حاليا تنفيذ ثمانية أسواق وخمسة مواقف سيارات وثماني نقاط إطفاء ويصل متوسط نسبة التنفيذ إلى 60% وتم الانتهاء من ثمانية مجمعات من إجمالي تسعة مجمعات سيتم إنشاؤها في القرى المستهدفة بمركز زفتة